السلام عليكم خوتي و أخوتي و مرحبا بكم جديد في قناتكم أخبار بلادي موراد حماري أقصد موراد طهاري يستهزئ بالقارئ الجزائري المشهور عبدالحازي عبدالعزيز ساحيم و كلنا نعرف بلي عنده صوت ملائك الله يبارك يخرج بغل حمار كما هذا لا علاقة و يبدأ يضحك عليه و يبدأ يزيد عليها و لكن أيضا رد القارئ عبدالعزيز ساحيم عليه كيف كان و هنا موراد طهاري يقترف أكبر خطأ له يعني عاير في الحكومة على راحتك ولكن هل تلحق الآن و تبدأ تعاير في الإسلام والمسلمين و طريقة قراءة القرآن هنا رك خلط في الناس قع قضي في الناس المسلمين و رح يشوفوه ينعلوه أيضا في الأخبار الجزائر تحرك البرلمان الإفريقي بأكمله من أجل الدفاع عن غزة فقد وصلت الأمور الآن لحد لا يطاقة أيضا هذا الشخص يعني أنتونيو كوتيريش دائما يدافع له قضية فلسطينية صراحة هذا أنتونيو كوتيريش خاتي هو رئيس هيئة الأمم ولا رئيس الأمم المتحدة الأمن العام للأمم المتحدة و مؤخرا رح هبط في سيناء باش يزور المرضى الفلسطينيين يعني باش يبين للعالم حسب أعين الأمم المتحدة ما يعانيه الشعب الفلسطيني و زيد ثاني كرح صايم هذا النهار باش يكون متضامن مع المسلمين بخصوص المسلمين يعني الهجوم الإرهابي اللي صرا في موسكو سيئوا يحصلوها يعني في داعش واللي زعمت جامعة الإسلامية هم اللي دروا هذك الهجوم الإرهابي على موسكو لكن روسيا فاقت بهم وخرجوا أيضا أدلة أخرى فاقت بهم بل هذك الهجوم غير مكانه تنسبوه للإسلام والمسلمين وهنا رح نوركم مشغل بوتين بهذا الخصوص وأيضا ردت فعل المسلمين التاع موسكو في الأخبار أيضا المغرب زعمت حاوز تدير مناورة ولكن عقلية يعني مش مناورة عسكرية كنتم بليح نديرنا مناورة بحرية قبيلة سي دي أفني يعني في البحر المقابل للصحراء الغربية ولكن تبين أنها خطة ملعونة شيطانية أخرى تبين أنها مناورة إيه ولكن من أجل سرقة الغاز وليست مناورة عسكرية من أجل سرقة الغاز من الصحراء الغربية هذه أبرز العنوين عدنا بعض الموضع الأخرى إذا كفنا الوقت خوتي نشاركوها معاكم من قبل أن نبدأ في التفاصيل أرجوكم تدعمونا بالضغط على زر الإعجاب اشتركونا خوتي في القناة وفعلوا الجرس هذا الأمور كلها تدعمنا نصدق الحملة السينيال شكرا قبل ما نطول لكم هاي لتفاصيل الأخبار فالأول مباشرة نشارك معاكم الفيديو هذا تعال بغل المخلوق هذا البشع شوفوا خوتي كان بزيف معارضين للجزائر نعطيكم مثال مثلا عندك غاني مهدي غاني مهدي ظل ينتاقت في الحكومة الجزائرية وكلها ولكن يجيبها بطريقة حضارية يعني حتى إذا كان ما وش عاجبك وش راه يقول تقدر تسمع له وتكمل طريقة نورمال ما تحسش بالإهانك ولا ما تحسش بالإهانة لكن الأحمق لبغل هذا العكس تماما هذا يضحك على الفقراء الجزائريين الهدف التاعه يضحك على الجزائريين مش إذا ما سي ينتقل الحكومة بش تتصلح ولكن الآن الحق به الأمر أنه يضحك على القراء الجزائريين وليس أي قراء من أجمل ما أنجبت الجزائر صوتا من القراء عدنا القارئ عبدالعزيز سحيم اللي أصبح مشهور في الجزائر الآن يجيب البغل اللي لا علاقة له لا بالإسلام ولا بالقراء ولا بأحكام القرآن ويجي يضحك نورمال وخليكم تشوفوا الفيديو باش تفهموا وشاني نهتر نندبا دين الربة نندبا وفين غادي كم يقولوا خاوتي المغربة وفين غادي كم يقول هجرنا هذا وفين غادي والدين أمك فين غادي وش قلقوا في قراءة قارئ للقرآن يكذا موش يدرس البوليتيك موش حاكم موش دير ميل ولا حاكم ويلة ورح حاقر المواطنين رايصلي بالنس يكرا خاطيك على ركتك رفير رحا كما هك وسبحان الله يعني حتى الرد التاع الإمام كان راقي مش كمانان يقول عليه حمار شوفوا الرد التاع الإمام كيف دير خاطي الناس هدهم الله يعني حاولي حط يعني بعض الآراء أو التعليقات السلبية التي تنقص من شأن القراء والعلماء بسفة عامة يعني في هذو الناس نحن لا نعرفهم لكن ممكن هذا الشخص هو أعلم منك من أنت حتى تتحدث هذا العالم مثلا إذا عشبك العالم هذا الله أبارك وهذا الرد هذا حتى ما كان اللي هو كان على عامة الناس اللي زعمت تنتقدها كالعلماء أما البغل هذا فحسابه عسيرة لأن الناس كان عنده محد الغيرة خاوتي كان عنده غيرة على بلاده يعني تعايلوا بلاده وتخلصها غالية لكن شاكين من واحد عنده الغيرة على الإسلام حتى أكثر من بلاده ونضمننا لكم خاوتي باللي هذو المخلوق راهيك الرمضان نحن بالنسبة لنا كيسمعنا القرآن جنة عادي لكن صح هو كيسمع القرآن كشغل ضربه الجن كشغل كانت تصرر له الرقية الشرعية لو كنت تسمع القرآن شوية هكذا بينك يعاودي ولي إنسان صحيح تم وشاكم خاوتي في هذا الموضوع خبرونا لكم في التعليقات في الأخبار أيضا عندنا الجزائر تحرك البرلمان الإفريقي من أجل إفريقيا وش دارت؟ آآ من أجل فلسطين عفوا نخبتي الجزائر تقدم مقترحة في البرلمان الإفريقي يندد بالمجازر اللي رايد ديرها كيان الصوص على الشعب الفلسطيني وأيضا الإشادة بموقف جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية دفاعا عن فلسطين رغم أنه الاجتماع هذا لانتحاد الإفريقي حتى ما كان هذا هو الموضوع تاعه يعني الموضوع تاعه كان لمناقشة الترشيحات للمناصب الشاغرة والكل كان يحوس بلده تحظى بالمصب إلا الجزائر اللي خليت هذا الموضوع يتحدث عن فلسطين ما اهتمتش حتى بالمصب التاحة بخصوص فلسطين يا خاتي عدنا هذا أنتونيو غوتيليش الأمير العام للأمم المتحدة كان تحدث في السابق وقال كلام قوي مجرؤ حتى واحد يقوله في هذه الهيئات الأممية قلب اللي هجوم فلسطين تاع السابع من أكتوبر على الإسرائيليين يعني مجاش من العدم جاء بعد وعد السفرونس طويلة تعزيد من 75 سنة من الاحتلال والتضييق هذا الأمر خوتي أغضب كيان السوس ولو يطالبوا باش يطردوا هذا أنتونيو غوتيليش الآن أنتونيو غوتيليش هذا خوتي يجدر باش يخلي رأي العام يشوفهم ليه حوش راه يعانوه الفلسطينيين أهبط وراح للسيناء يعني راح للمصر وين راهم متوجدين الكثير من المرضى الفلسطينيين يتعالجوا وكيا راح ثم خوتي في هذا الفيديو راكم تشوفوا فيه أنا مش هنشاركه معاكم لأنه نحب أن نختصر الأخبار جاء وقالوا باللي إحنا يا رانا جينا نوريكم مدى الفضاء اللي راح يعاني منها الشعب الفلسطيني وهذا اليوم راح ندير للتضامن معكم وراح نصوم معاكم رمضان ونفطر معاكم ومن هذا المنبر أقول يجب الوقف الفوري لإطلاق النار توقفوا عن اللعب بحياة الأبرياء وخلال كلامه راح دير دورة عند المرضى الفلسطينيين واتحدث معهم كلما الشعب الفلسطيني يعانى بزيف ويعني هذا الأمر قسمنا قلوبنا والآن رانا يعني نقر بالحركة المسرية اللي لا يتعالج في هذا الناس والمواقع يفتحهم الجميل ولكن في نفس الوقت نقوله بوضوح يجب إسكات الأسلحة يجب وقف إطلاق النار يجب أن يتوقف ذلك الآن نحن بحاجة إلى واقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة وشيكم خابتي تومة في حركة الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة أعنا خابتي على بالي يعني شغل هذي راهي مجرد خضرة فوق الطعام هيئة الأمم الآن لأنه أخم شفتوا محكمة العدل الدول هي أصدرت قرارات إسرائيل ما سمعت هاش هات الأمم أيضا أصدرت قرارات زيد إسرائيل ما سمعت هاش يعني خايف بك مجرس الأمن يدير صح قرارات لوقف إطلاق النار وإسرائيل ما سمعت هاش الآن راح نحكوكم على المروك والمناورات التحى الأخيرة مؤخرا يعني علنة المروك والبحرية المغربية أنها راح تدير مناورات قرابة سواحل سيدي أفني وين جاي هذي سيدي أفني خاوتي؟ هذي سيدي أفني جاي جهة المحيط قرب الصحراء الغربية وأيضا راح تكون لك هذو المناورات بين سيدي أفني والعيون وهذا الخبر نشراته إسبرس ولكن خاوتي الصحف الإسبانية وأيضا بعض الصحفين الجزائريين الأذكية اللي يقدروا يقرأوا من تحت الخطوط كشفوا حقيقة أمر المؤامرات وقالوا بلي في الحقيقة أقول المؤامرات ايا 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 تقدروا تقول المؤامرة ما هيش مناورة بل المناورات هذه ما هيش حقيقية لأنها ستكون عبارة عن عملية عسكرية ولكن هذه العملية العسكرية ستكون بين إسرائيل وشكون ثانيك والمروك من أجل التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية للسحراء الغربية يعني ستكون مناورة للسرقة وليست مناورة عسكرية تدريبية انتم وشراكم خاوتي في هذا الموضوع أنا حاب نشارك معكم الأخبار بطريقة مختصرة مش حاب نطول لكم في الخبر أيضا سبحان الله نجد الآن العلماء والمفتيين تعليم يفتوا قريب كما المفتيين تعالجزائر واحد الوقت كنت شاركت معكم إيمام جزائري يقول بلي في الوقت اللي رانا فيه وشرانا شوفوا السعودية الدير أصبح الأمر ضروري أنه إذا قدرت عمره واحده غير ما كان لها تدير الزوجة لأنه إذا قدرت الزوجة حرام عليك والله كان حتى اللي قالوا هك خاتي كان حتى اللي بديه يقولوا مش شيء ضرورة ترح تدير العمره ولا حجة لأنه هذيك الأموال تستعملهم السعودية بايش يعني تكتل بهم اليمنيين ولا تدعم بهم كين الصوصة كم تعرفوا حكية السعودية يا خاتي هنا أنا شفنا كامل المواقف تحها الأخيرة الآن مفتي لي بي يقول نفس الأمر بل وأكثر قالهم دفع الأموال لأداء العمره أكثر من مرة إهدار وتبذير للأموال وأهل غزة أولا به يعني إذا رك حاب تدير عمره ورك حاب تفرح ربي رح تبرحهم للشعب الفلسطيني خير لره يعاني فأنك رح تنقذ حيات كثيرة للشعب الفلسطيني وما أنقذ نفسا فكأنما أنقذ الناس جميعا وأرى أنه محق خوتي أن تباني هذه الأفضل صدقة ولأفضل عمل خير قد تديره عوضا أنك تروح للعمره ودراهما يروحوا في المكان الخطأ بخصوص غزة خوتي يقعد دائما فمثلا الآن قالك بعد وصول عائلة مراسل التليفزيون الجزائري من غزة وسام أبو زيد يوجه رسالة للجزائر شوفوا يعني احنا عدنا حتى صحافة تانا تقاتل إلى جانب الفلسطينيين سيادة الرئيس عبد المجيد تابوت من أرض قطاع غزة ومن مدينة رفحة المهددة بالاجتياح نقدم كل عبارات الشكر والتقدير لدولة الجزائر والحبيبة التي دائما أودتنا أن تكون مع فلسطين ظالمة أو مرضومة وأعودتنا أن تكون مناصرة لقضيتنا في المحافل الدولي والسياسية كل الشكر لدولة الجزائر وعلى رأسها سيادة الرئيس عبد المجيد تابوت على اهتمامه بإجلاء أسرتي وزوجتي وأولادي إلى الجزائر وكل الشكر لسفارة دولة الجزائر بالقاهرة والمؤسسة العمية للتليفزيون التي واكبت هذا الحدث منذ البداية وساهمت في إنجازه وشكر أيضاً موصول لجمعية الأحمر الجزائري التي احتضنت عائلتي بكل ود وإحترام وكل تقدير طبعاً يا شغل الجزائريين مدما كنت جزائري نستقبلهم في بلادنا وكأنهم في بلدهم حتى الفلسطينيين الآخرين الآن باختصار شديد خاطئ رح نشارك معكم شوي أخبار حول العملية الإرهابية الأخيرة في الروس وشجا فيها العملية الإرهابية الأخيرة كانت معاولة أمريكا تدير بها تضرب بها الصفورة هذه بحجرة يعني تضرب روسيا أولاً ثانياً حصلها في داعش تقول بلي أهم ليك المسلمين إحنا خاطئين وبعدما عرفتهم أيضاً بأن روسيا من أكثر الدول تقبلاً للإسلام والمسلمين الآن حبوا يعني لدخوا سمعة هكا المسلمين بهذا داعش اللي أصلاً المسلمين ما يعتبروه مش منهم خير دليل على ذلك أنه هذا الداعش الملعوني لله إنعالهم إن شاء الله عمرهم يخدموا مصالح الإسلام والمسلمين والدول المسلمة سبحان الله دائماً أنهم يموتوا على أمريكا وإسرائيل وسيخدموا لهم مصالح التحم كنت شاركت معكم فيديو في السابق نهلي ترامب قلب لداعش في الحقيقة كريها أوباما يعني أمريكا هي اللي كريتها والمصابين التحم يروحوا يتعالجوا في إسرائيل يعني أنا عارف هناك القصة صحيح ولكن ما يثبت ما قالته روسيا بأن تنظيم داعش كله رغم موجودة أوكرانيا ربما كان محقاً فمثلاً شوفوا هذا الخبار قال لك بريكين نوز خلني ما يحكو هش بلونجلي تعود يوتي بتفيقنا وتضربنا خاشهم شوش قال لك عاجل أحد الإرهابيين الذين قاتلوا لصالح القوات المسلحة الأوكرانية في أوكرانيا في عام 2022 روستوم أزهيف وهو أيضاً مواطن أوكراني هذا أخوتي لوجه راكم شايفين عليه أحد الإرهابيين اللي هجموا على الموقع التجاري هذا قتال موسكو اللي مات فيه ربعين روسي وأصيب فيه مياه وهو اللي كالمعلومات التعو تبين أنه يعني شغل مواطن أوكراني وللي كان فلارمي الأوكراني وهو اللي كالتعو بأكمله وشوفوا وش قال رئيس الروسي بهذا الخصوص الأمر الأساسي الآن هو عدم السماح لأولئك الذين يقفون وراء حمام الدم هذا بارتكاب جرائم جديدة وفيما يتعلق بالتحقيق في هذه الجريمة ونتائج عمليات البحث العملياتية أستطيع الآن أن أقول ما يلي جميع منفذي العمل الإرهابي الأربعة الفعليين عثر على كل من أطلقوا النار وقتلوا الناس يعني الآن ساي تم القبض على كل هذوك الأربعة وأنا شاهد في أحد الفيديو أتخافتي واحد الفيديو صراحة أن يستاهل واحد مل هذو المجرمي الإرهاب قطعوا لوذنه وكلهم لو أتخافتي في الفيديو وقاموا بالاعتراف بكل شيء هذوك الإرهابيين يعني روسيا الآن رائع عندها الرسمي تعمل الذي حدث بس هتابعوا زاد قيل الرئيس الروسي هنا حاولوا الاختباء وكانوا يتحركون باتجاه أوكرانيا وهناك بحسب البيانات الأولية تم إعداد معبر للحدود من الجانب الأوكراني بشكل عام جرى تهريب أحد عشر شخصا من المحتجزين وهذه واعراء خابتي نحن نجد لهم قلنا بلي يودي أوكرانيا ريمة واطئة لأنه هي كانت دائرة لهم المعبر لكي يدخلوا وكي يخرجوا هذه التحقيقات الروسية كشفتت الروسية كشفتت عليها وذوق قلت لهم الروسية هنا قلت لهم نزيد نديره تحقيقات وإذا اكتشفنا بلي لأوكرانيا يد في هذا الأمر القاهدة التحم كونبري سيطير راس التحم فانتم مرشاكم في هذا الموضوع خابتي خبرونا عليكم في التعليقات كما اشتركنا معكم أبرز عني من الأخبار اليوم خابتي نشكركم جزيلا شكرا على المشاهدة وسنلتقي مع المزيد من الأخبار الموضعية إلى اللقاء